نرجع بقى مرة تانية مع حضراتكم دي النادي الاهلي والحقيقة دولاب بطولات النادي الاهلي اشتكى يا حضرات وفيه يعني محتاج وبشدة ان احنا نكبر المساحة بتاعته وحنا نتكلم على زيادة في مختلف الالعاب والرياضات بشكل ملفت جدا للنظر النادي الاهلي بالمناسبة توج مؤخرا بدرع بطولة الجمهورية للشباب تحت سن 20 سنة فيه ألعاب القوة بعد طبعا ما نجح اللعيبة بتوعه فيه التتويج بالمركز الأولى فيه العديد من المنافسات البطولة دي اقيمت فيه الفترة من 17 حتى 19 من مارس وينفرض النادي الاهلي بصدارة الترتيب العام للبطولة برصيد 266 نقطة في منافسات الشباب و273 نقطة في منافسات الشباب بالمناسبة شارك فيها دي الابطولة 37 نادي وبلغ اجمالي عدد لعيبة النادي الاهلي لعبين واللعبات اللي مسلوا النادي الاهلي 88 لعب ولاعبة وكانت من أبرز النتائج فيها دي البطولة حصور تامر أشرف لاعب النادي الاهلي على المركز الأول في القفز بالزانة بعد ما كسر الرقم القياسي المصري السابق وحقق قفزة بمسافة 5 متر و 6 سنتي ليتأهل بذلك إلى بطولة العالم للشباب اللي ان شاء الله ستقام في كولومبيا خلال أغسطس المقبل كمان نجح أكتر من لاعب وأكتر من لاعبة من النادي الاهلي في الحصول على المركز الأول في الكثير من المسابقات ليتأهلوا بذلك البطولة طبعا يعني بذلك إلى البطولة العربية اللي ستقام كمان في مصر خلال الفترة من 20 وحتى السادس والعشرين من مايو المقبل وتمنياتنا بالمزيد من النجاحات ان شاء الله أخبار مفرحة دي بقى الأخبار تسميها أخبار الرفع للمفرحة